اخطاء تربية القطط يفعلها الكثيرون فانتبه وتجنبها هل تمتلك قطة او اكثر في منزلك؟ اذا اجبت بنعم فعليك الانتباه حيث يقوم الكثيرين بارتكاب اخطاء تربية القطط تؤدي الى ضرر بالغ في حياة هذه المخلوقات الجميلة تجاهل الاهتمام بالقطط او حتى معاملتها بشكل خاطئ قد يؤدي الى عواقب وخيمة سواء بقصد او بدون قصد لذلك نقدم لك في هذا المقال مجموعة من الاخطاء التي يرتكبها الكثيرين في تربية القطط والتي من شأنها ان تتسبب وقوع بعض الضرر على القطط هذه الاخطاء التي سنذكرها يقع فيها الكثيرين مربي ومحبي القطط اعتقادا منهم بعدم اهميتها او عدم معرفتهم باهميتها بالاساس لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يقعون في هذه الاخطاء فانتبه وابدأ في تغيير طريقة تعاملك مع قطتك حتى توفر لها اقصى سبل الراحة في الحياة معك اخطاء تربية القطط ستة اخطاء متكررة اولا عدم الاهتمام بالتطعيمات الدورية في معادها يعتقد البعض ان القطط المنزلية التي لا تختلط بقطط الشارع والتي لا تخرج الى الشارع محصنة ضد الامراض لكن هل تعلم ان الذباب والناموس قد ينقل لقطتك الكثير من الامراض الفيروسية القاتلة هل تستطيع منع الذباب والناموس تماما من دخول منزلك ونقل اي امراض لقطتك حتى وان استطعت ذلك وهو شبه مستحيل فلتعلم انك قد تنقل لقطتك الامراض من الشارع فربما يلتسق برغوث في ملابسك بدون ان تشعر وينتقل الى قطتك عند عودتك الى المنزل وبهذه الطريقة تنقل اليها الامراض بسهولة الاهتمام بالتطعيمات الدورية مثل التطعيم الرباعي للقطت بشكل سنوي او تطعيمات الحشرات والديدان كل ثلاثة الى ستة اشهر خطوة هامة جدا للحفاظ على صحة قطتك البراغيث برغم انها حشرات يمكن التخلص منها لكن اهمال التطعيم ضد البراغيث يمكن ان يؤدي لاصابة قطتك بالعديد من الامراض احد هذه الامراض هي الفطريات على سبيل المثال والتي تنتقل عن طريق البراغيث وكذلك الديدان القلبية والتي قد تقتل قطتك لما لها من خطورة كبيرة على صحة الحيوانات لذلك ولان الوقاية دائما خير من العلاج فلا تغامر بصحة قطتك والتزم بتطعيمها بشكل دوري حتى تحافظ عليها في افضل حال ثانيا ترك القط خارج المنزل بدون رقابة القطة المنزلية ليست بالمهارة الكافية حتى تستطيع الخروج والتجول خارج المنزل بدون رقابة هذه حقيقة يجب ان تتذكرها دائما القطة حيوانات صيادة لذلك فالقطة التي تكبر في الشارع عندها من القوة والقدرة ما يؤهلها للحياة بهذه الطريقة عكس القطة المنزلية وبرغم ذلك دائما ما نلاحظ القطة التي تدهس وتحت عجلات السيارات او في معارك مع بعضها البعض ما بالك بالقطة التي لم تعتاد على هذه الظروف لا يجب ان تترك قطتك تخرج الى خارج حدود المنزل بدون رقابتك ابدا هذه احد اكبر اخطاء تربية القطة اذا اردت ان تمنح قطتك بعض اللحظات خارج المنزل فيجب ان يكون هذا برفقتك حتى تستطيع حمايتها من القطة الاخرى او من اي اخطار قد تمر بها لو خرجت وحيدة ثالثا لا تترك النافذة مفتوحة ابدا النوافذ غير محكمة الغلق وكذلك الشرفة قد تحفز القطة للقفز واستكشاف الامر عن قرب وهنا تحدث المشكلة قد تقف قطتك على سور الشرفة في امان لكن عند مرور طائر بالقرب من الشرفة او ذبابة كبيرة او اي شيء قد يدفع القطة لمحاولة القفز للامساك بها وبالتالي السقوط وبالتالي تصاب القطة بالكسور لذلك اذا كنت من هؤلاء الذين يتركون القطة في المنزل لفترات طويلة يجب عليك احكام غلق النوافذ واذا كنت قلقا بشأن الترفيه عن قطتك فيمكنك الحصول على بعض النتائج عن الترفيه عن قطتك وأنت خارج المنزل حتى تضمن لقطتك وقتا ممتعا وأنت بعيدا عنها رابعا دفع قطتك من على المنضدة او الكرسي القطة حيوانات فضولية بشكل واضح او دائما ما تريد ان تشاركك في جميع لحظات حياتك كم مرة وجدت قطتك تحاول ان تصعد على المنضدة وقت تناول الطعام او تحاول الصعود والجلوس بجوارك اثناء مشاهدة التلفاز برغم ان كل هذه الامور تعبر عن حب قطتك لك لكن البعض يفسرها بشكل خاطئ يقوم البعض بقذف قطته من على المنضدة او الكرسي والبعض الاخر يدفعها بعيدا في اوقات تناول الطعام او في وجود الزوار الغرباء هذا التصرف قد يؤذي قطتك جسديا ونفسيا ايضا ربما تتصرف قطتك بشكل مزعج نوعا ما لكن عليك وقتها ان تقوم بحملها ووضعها في مكان مناسب اذا قامت بتصرف خاطئ كذلك في اوقات تناول الطعام يمكن تجنب صعود قطتك على المنضدة عن طريق وضع طبق طعامها امامها حتى تفهم انها يجب عليها الانشغال بتناول طعامها بدلا من مراقبتكم ومحاولة مشاركتكم الغداء خامسا التعامل بعدم اهتمام مع شعر قطتك شعر القطة هو احد المميزات الجميلة تتمتع بها لكن البعض يهمل شعر القطة بشكل مبالغ فيه هل تعلم انك تستطيع تقليل مشاكل تساقط شعر قطتك فقط عن طريق تمشيط شعرها مرتين او اكثر اسبوعيا القطة تقوم احيانا بالقيء لما يسمى بكور الشعر هذه الكرات تتكون داخل معدة القطة بسبب لعقها لفراءها بشكل متكرر لذلك في حالة تجاهل تمشيط شعر قطتك يجب ان تتوقع زيادة كمية كرات الشعر التي ستخرج من قطتك المعدل الطبيعي لكورات الشعر هو مرة او مرتين شهريا لذلك فان تكرار القيء اكثر من مرتين شهريا هو مؤشر لعدم اهتمامك بشعر قطتك بالشكل الكافي لذلك عليك تمشيط شعر قطتك باستمرار كما يمكنك ان تجرب بعض هذه النصائح في حالة اهتمامك بشعر قطتك بشكل صحيح وتكرار مشكلة كرات الشعر اكثر من مرتين شهريا فربما يكون دلالة على مرض معوي يحتاج ان تستشير الطبيب البيطري سادسا تجاهل زيارة الطبيب البيطري قديما كان الكثيريون يعتقدون ان الدكتور البيطري ليس ذو اهمية كبيرة لحياة القطط او الحيوانات بشكل عام لكن بالتأكيد كان هذا احد اكبر الاخطاء التي تحدث في حق حيواناتنا الاليفة الدكتور البيطري هو ركن هام مؤساسي من اركان العناية بحيواناتك المحببة اليك ربما يبدو القطط في افضل حال يأكل ويشرب ويلعب فتبدأ في الاعتقاد ان الطبيب البيطري لن يضيف جديدا لكن نريد ان نخبرك ان الكثير من الامراض تتفاقم في القطط قبل ظهور اي اعراض لها مثال على ذلك امراض الكلة هل تعلم ان الكلة تتوقف عن العمل بنسبة 60 بالمية قبل ظهور اي اعراض مرضية على قطتك لماذا لا تظهر اعراض الامراض على القطط فورا لان القطط تجيد اخفاء الامها كما ان بعض الامراض لا تسبب الالم الشديد الذي يمكنك ملاحظته الا بعد وصوله الى مستوى يصعب تجاهله تنصح المنظمات البيطرية الامريكية بزيارة الطبيب البيطري مرة سنويا في غير اوقات التطعيمات للقطط تحت سن ثلاث سنوات اما اذا تجاوزت قطتك عمر الثلاث سنوات فعليك فحصها كل ستة اشهر بواسطة الطبيب البيطري يقوم الطبيب البيطري بفحص الاعضاء الداخلية وفحص الجلد والاسنان والغدد الليمفاوية وكذلك قد يقوم بفحص الدم والاسنان والاذن للتأكد من عدم وجود اي مشاكل صحية خفية لذلك فان تجاهل الدكتور البيطري احد اخطاء تربية القطط التي لا يجب ان تقع فيها اخطاء تربية القطط قد تتسبب في حدوث مضاعفات نفسية او جسدية كثيرة لقطتك لذلك عليك الانتباه وانت تتعامل مع قطتك حتى تستطيع ان توفر لهذه المخلوقات الجميلة افضل رعاية واهتمام